اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله هذا شيء رح يسهل عليكم الفهم المحاضرة بس الزاما انه يعني انصحكم قراءته لانه محاضرات الأورال مدسين طويلة اكيد يعني بداية نحن نبدأ بتعريف الأورال مدسين أورال مدسين is a dental specialty that bridge the traditional areas of health between dentistry and medicine international descriptions reflect this and oral medicine is defined as the dental specialty placed at the interface between medicine and dentistry and concerned with the diagnosis and management of non-dental pathology affecting the oral and maxillofacial region الأورال مدسين هو الجسر ما بين اللي يربط health system يعني صحات الإنسان مع صحات الفم لذلك ممكن يكون هو الميرار اللي اتعبر عن صحة الإنسان ممكن اكو امراض ما يعرفها لكن فيها أورال مانفستيشن طبيب الأسنان هو اللي رح يشخصها يعني أورال مدسين is concerned with the clinical diagnosis and non-surgical management of non-dental pathologies affecting the orofacial region the mouth and the lower face many systemic diseases have signs or symptoms that manifest in the orofacial region pathologically the mouth may be affected by many continuous and gastrointestinal conditions there is also the unique situation of the heart tissue penetrating the epithelial quantity hair and nails or intra-epithelial tissue another aspect of the field is managing the dental and oral condition of medically compromised patient طبعا حالات medical compromised patient لو الاحتياجات الخاصة أكيد كلش زادت حاليا وممكن حتواجوهم إن شاء الله بعياداتكم بالمستقبل فالزامن أنه أنه يعني نحتاج أن ندرس شنو اللي ممكن أنه أحنا نقدم ألهم شنو اللي نحتاج ألهم طبعا نحن نجي بالمحاضرات إن شاء الله شوية شوية نحن نبدأ نتعرف على هذه الحالات وشنو اللي تحتاجه بالمنجمنت بالنسبة للcancer patient أيضا الأمراض السلطانية انتشرت بطريقة يعني كلش عالية بهذه الظروف فلذلك أكيد هذه الأمور كلها إن شاء الله رح ندخل بها بالتفصيل لانتباعا بالنسبة للعوامل اللي تأثر على أنه المريض وكيف أنه حنشخص هذا المريض بداية العمر المريض the age of the patient is important in the following major problem including chronic and recurrent condition from the earlier adult stage النهوية أمثلة اللي هي تتأثر مع عمر الإنسان مثال عليها degeneration of bone and joint disease أكيد كلنا نعرف من هذا المفاصل أباءكم أمهاتكم أجدادكم كلهم يعني هاي الحالة معروفة اللي تأثر أنه يصير عدم توافان المفاصل chronic brain syndrome malnutrition mental disorder drugs أغلب اللي أعمارهم كبيرة اللي عندهم systemic disease في تعطون دراجز طبعا الدراجز رح تختلف بين نوعها الدوز هاكل لازم النقش هوي المريض مني راجعنا العيادة البون التغييرات اللي ممكن أن تحدث الكورتكار تابكيوري البون ديكريز as result it will be more potential for osteoporotic fractures ممكن أن تحدث لهم المسلز number of muscles fiber decreased حيكون أتروفية حيثير عدهم result من العمر يعني الأوتو إميون ديزيز أيضا يعني حزيت الحزيز in the joint يقلود the cartilage erosion calcium deposit increased water and cartilage decreased osteoarthritis increased other changes ممكن أن تحدث الدنتين decreased dengival resurrection bone density lost the papilla of the tongue decreased which lead to taste change شوفون الكبار يقولون احنا ما ديشعر بالطعم ما ديشعر بالطعم هو مجرد يجوز بس الباب اللي هي صار بيها decreased أدى إلى أنه مبعد ما يشعر بالطعم salivary secretion decreased potential loss of the teeth طبعا أكيد رح يفقد أسنانا وكثير من الأشياء اللي ممكن أن تحدث يعني تستطيعون أنه تطلعون عليها موجودة بالتفصيل بالمحاضرة هذا أول أول عامل اللي هو عامل العمر العامل الثاني السيكس طبعا أحب أخبركم هذه الكلمة بعد ما في سيكس أصبح اسمه الجندر والجندر هذا هو النوع الاجتماعي اللي أصبح ببرامج وموجود بالعالم كله كمصطلح اسم الجندر مصطلح السيكس أصبح يعني مصطلح يعني تقريبا يعني عفا عليه الزمن ما حدي ذكره يعني من تذكرون محافي المؤتمرات أو تطلعون على الكتب يقولها جندر أوكي اللي هو النوع الاجتماعي باللسبة للذكور زيادة بالميقنات ميلا نوما الميكوس ممبرين بمفيكويد إزمور إن فيميل الإبيولاس عند بريقنانسي إبيولاس أقر إن فيميل بكوز أوف سييركولايتين إستروجين أرهايس سيكوام السل كارسينوما أيضا يزيد إن ميكوس مور إن فيميل هاي شوية تركزون عليها يعني رح تفيدكم بالمستقبل بالتشخيص يعني يعني شوية المريض حاليا بيشتكي بنا هذي يعني إنهم واسة أول مراحيج المريض رح يقول لك أنا عندي عندي شكوى محددة يعني يعني أحنا أهم شي أنه القبيب شون ياخذ التشخيص أكيد رح ياخذ من نصة ياخذ من المريض ونصة من العلم اللي هو عنده شون ياخذ من المريض رح ياخذ من المريض لأنه هو رح يعطي تاريخ الحالة المرضية اللي عنده إذا بنتكلم عن هذا أول سؤال السايت بعدين يعني كيف يبلش الألم عندك الكاركتر شكله هل هو شارب برنين تايت يعني هل هو حاد بحرقة أو يعني قوي شديد رادياشن هل هو الألم راديات يعني يتحرك موف تو ناثر وير أو مستقرب سن واحد على فرضان يعني مثال يعني ممكن أنه يصاحب للألم تعرق أو تقيق الوقت يتفكر أنه أنت أقفت شي باللثة لأن يصير لليف من يصير المي والملح لللثة يصير ما حول الأسنان يصير رليف تفكر الجوز أو أكو أشياء لها علاقة باللثة يعني الشدة الألم قل أنطيني رقم أنت من هذا الرقم راح تفهم جزئية شون نقدر نميز إن شاء الله يعني بالسابق شون اللي كان أكو عنده أي أذر ميديكال بروبلم الازدراك هستوري أكو أدوية يحتاج هي أخذها إذا هو مثلا عدنا مريض عنده سيستيميك ديزيز والجرعة اللي دي ياخذها من الدواء بالإضافة إلى هل يوجد عنده أليرجي حتى من نوصف لها نعرف إحنا شنوصف لها من الأدوية الفاميلي هستوري مهمة مثلا عندنا البرنامج السلام عليكم البرنامج نزلته بس يقبل عشر دقائق فلذلك يقطع نكمل معكم موضوع الموضوع طبعا بيتفاصيل كثيرة لكن هذه هي بصراحة تخص أكثر شي العملي وليس النظري فلذلك يعني ما رح أركز عليها يعني لكن لازم نمر عليها ولازم تعرفوها يعني الانواع من الأسئلة طبعا الأسئلة بها ثلاث أنواع ممكن تكون open questions وممكن leading questions with options and leading questions يعني أن هذه الأسئلة نسألها للمريض مثل ما خبرتكم هذه الأجزاء تخص المحاطة تخص العملي أكثر من النظري الملاحظة المهمة هي during or after taking their history the patient may have the questions that they want to ask you it is very important يعني من المريض رح يسألك أنت الزام تنتبه السؤال والجاوبة زين عيني ليش لأنه ممكن أنه يعطيك false information يعني من تعيد عليه تقول أنت متأكد هيش الألام يكون أو متأكد هكذا تشعر هيا هيا رح تسوي لأ رجع كلام وهو صح كلام اللي خبرك أنا أو لا من نسبة types of questions اللي هو اللي الدنت should ask the patient الأبن questions they are seen as the gold standard of historical inquiry they do not suggest a right answer to the patient and give them a chance to express what is on their mind يعني example مثلا how are you شوانك انت هذا سؤال عام مفتوح رح تكون إجابات كثيرة بالنسبة لل questions with options يعني مثلا sometimes it is necessary to pin down exactly what the patient mean by particular statement يعني نختار جمل تحدد هو مثلا يعني تخبر الألم يحرق الألم لو الألم شار سأله فهو رح يختار الأقرب لكن ممكن أنه الأقرب ما يكون هو الصح فإحنا لازم نعتمد على أدة أسئلة هي تأدي لنا إلى التشخيص الصحيح leading questions leading questions they are best avoided if all possible يعني الأفضل أنه يعني avoided if at all possible they tend to lead the patient down نحن نحن نوجه كأنما لشي نحن عرف لذلك هي مكل محبدة لأن نحن نوجه وليس هو الذي يبوح به هو الحقيقة ممكن يكون بينما ممكن نحن يمش بي ويا تشخيصنا لذلك غير محبدة ونسألة عن الأشياء الأخرى مثل عندك dry mouth عندك pain under joint have you any skin lesion بعد ما ناخذ من المريض طبعا رح نبلش بعض دزئيات أخرى نسأل عن صحت العام و نحاول أنه نتعامل مع المريض كإنسان متكامل وليس فقط oral cavity خلي ببالكم المدسين والبرج اللي يوصلكم ما بين health of the body in general and of the oral health شكرا لكم وإن شاء الله نتواصل معكم المحاضرة الثانية تحياتي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة